السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا ونعمه تصبغ علينا في هذه الأيام الطيبة فحري بنا أن نتذاكر ونتذارس بعض ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به ونذكر أنفسنا نذكر نفسي وإياكم بأن لا نضيع هذه الفرصة فرصة العشر من هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر نعم هذه الأيام المباركة غنيمة لكل مسلم غنيمة لمن فتح الله عليه ووفقه إلى العبادة فنصلا يوفقنا وإياكم إلى كل خير وكلمتنا في هذه الجلسة بإذن الله سبحانه وتعالى في أحكام زكاة الفطر زكاة الفطر كثير مننا نجهل بعض الأحكام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نتطرق إلى التعريف تعريفها وحكمها والحكم منها وعلى من تجب على المعسر والمقلة الذي لا تجب عليه منه وتجب على الكبير والصغير والحر والعبد وهل تجب على الزوجة وهل تجب كذلك على العبيد ووقتها عليكم السلام ووقتها أي وقت أدائها متى يبتدي ومتى ينتهي فهذه نتذاكر بإذن الله سبحانه وتعالى بمختصر الحديث بإذنه سبحانه وتعالى فزكاة الفطر أصل الزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء والبركة هي الطهارة والنماء والبركة وفي الشريعة زكاة الفطر هي الصدقة مقدرة عن كل مسلم قبل صلاة العيد في مصاريف معينة سيأتي كل على حدة ما هي الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمرة بإخراج زكاة الفطر منها هذه الزكاة زكاة الفطر وصدقة الفطر وضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها فهو من إضافة الشيء إلى سببه من إضافة الشيء إلى سببه إلى سبب الإفطار وكأنها كذلك من الفطرة هي الخلقة أي إنها زكاة الخلقة ويراد بها صدقة أو الصدقة عن البدن الصدقة عن البدن وعن النفس الصدقة عن البدن وعن نفسه فلهذا تلزم الكبير والصغير حتى غير المكلف تخرج عنه الزكاة الكبير والصغير والمجنون كذلك تخرج عن الكل خرجها عن الكل حكم هذه الزكاة حكم هذه الزكاة إنها واجبة هذه الزكاة ليست سنة وإنما هي واجبة إجماعا نقل الأجماع إجماع على ذلك ابن رشد وابن منذر أي أجمع أهل العلم على إنها واجبة أجمع على أن صدقة الفطر تيجب على المرء إذا أمكنه أداؤها إذا أمكنه أداؤها إذا كان له نعم من هو الذي أمكنه أو يمكنه أداؤها من كان له طعام يوم وليلة فهنا تيجب عليه ونقل الإجماع كما ذكرتم عن ابن ابن المندر وابن رشد ونقال هذا ابن قدامى وغيره من أهل العلم والدليل على هذا الدليل على أنه واجبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير هنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا اللفظ على حقيقته فرضا أي إنه أوجب بمعنى أمر وأوجب هذه الصدقة هذا الدليل على الوجوب لظهر النص فرضا أوجب وكل أمر هو للوجوب وهذا النص صريح للوجوب إنها واجبة النقطة الأخرى ينسو ما تخرج به زكاة الفطر ماذا نخرج هل نخرجها مالا أو طعاما هنا تأتي الأذلة هنا أهل العلم يفسروا الأحاديثة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفرقون بين الزكاة العامة وزكاة الفطر هي خاصة شيء آخر نعم بصفة أخرى إن هذه الزكاة تخرج من طعام أهل البلد إذا كان أرز أو دخن أو حنطة أو شعير أو ذرة أو غير ذلك مما يأكل الناس إنها تخرج طعام مما يأكل الناس وهذا الطعام معلوم أن فيه طعام قليل الثمن وفيه طعام غالي الثمن فتخرج من الوسط ليست بالرخيصة الهينة وليست بالغالية غالية التكاليف استنباطا من قوله تعالى أو في الآية من أوسط ما تطعمون أهل البلد وسط هي تخرج طعام كما نقل هذا كثير من أهل العلم ابن سيمي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم إنها من تمر كما جاءت في النصوص تمر وشعير وزبيب أو إقت والمقصود من هذا الطعام هو سد خلة المسكين يوم العيد سد حاجة المسكين يوم العيد حتى لا يطوف على الناس ولا يسأل الناس ما يأكل في هذا اليوم أن المقصود هو سد خلة المسكين يوم العيد ومؤساتهم تواسي المسكين تواسيه أي لا تتركه جائع ويبحث أو يسأل الناس طعام وشراب وغير ذلك هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن نتكاتف ونتعاون على البر والتقوى فالغني فأوجب الله سبحانه وتعالى الزكاة مثل هذه الزكاة واجبة يجب أن تبحث على الفقراء ولمسكين وأن تعطيهم هذا الحق الذي جعل الله سبحانه وتعالى من ماله أو من مال الله الذي أعطاك وكذلك الزكوات على إذا حال الحول والصدقات فهنا تلطب المسكين والفقراء هذا أمر شرعي أمر الله سبحانه وتعالى بهذه المسائل طيب والذليل على أنها طعام للأحاديث التي وردت منها حديث بسعيد الخضر رضي الله عنه وأرضاه كنا نخرجها ماذا صاعا من طعام صاعا من طعام أو صاعا من إقت أو صاعا من شعير أو صاعا من ثمر أو صاعا من زبيب فيها صريح صاعا من طعام أي مما يأكل أهل البلد وفي الحديث كذلك حديث بسعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقت والثمر أي كان طعام الصحابة في ذلك الوقت هو الشعير والزبيب والإقت والثمر فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سمعت في الحديث فرضت صدقة الفطر صاعا من ثمر أو شعير أو زبيب أو صاعا من إقت لأن هذا كان أكل القوم أكل الناس كانوا من هذا والآن الأكل موجود فيه هذه الأصناف وفيه زيادة فيه زيادة على ما تعود الناس ما يأكلون وجه الدلالة لهذا الحديث لماذا خصص هذا الطعام هل هو خاص يبقى على هذا الطعام فقط مما ذكر على ظهر النصر أو عامة الطعام أو عامة مما يأكل أهل البلد ونعام لأن هذا كان قوت أهل المدينة كان قوت أهل المدينة الذي سمعتم زبيب وثمر وشعير وإقت وغير ذلك هذا كما ذكر هذا أو هذا التوجيه بالمتيمي رحمة الله عليه والمقصود هو إيش إطعام الجائع وإطعام المسكين يوم العيد ومؤساتهم فنعطيهم مما نأكل ومما هم يأكلون لو كنت مثلا في قرية أنت تأكل في أكل معين وهم لا يأكلون الأكل الذي أنت تأكل ماذا تعطيهم؟ تعطيهم من أكلك أنت أو من الأكل الذي عندهم هم تعطيهم من الأكل الذي هم يأكلوه لو أعطيتهم مثلا تمر هم لا يأكلون التمر والزبيب هم لا يأكلوا هذا ولا يعرفوه لا يستنفعوا بياده إنما تعطيه من الطعام الذي هم تعودوا عليه ويأبهونه كذلك أن هذه هي طعام المسألة الأخرى مقدار الصعب في الزكاة المقدار ما هو المقدار مقدار الصعب الواجب هو ماذا خمسة أرطال وثلث خمسة أرطال وثلث حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المكال أهل المدينة والوزن أهل مكة والصعب ما هو الصعب الصعب هو أربعة أمداد أربعة أمداد باليد ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة إنما من أوسط الأيدي ممتلئة أربعة أمداد هذا هو الصعب الواجب هذا من جميع الأجناس التي ذكرت من الطعام أربع حفنات باليد المعتدلة ممتلئة والوزن والوزن وأربعة أمداد وأربعة أمداد هذه بوزن ماذا بحوالي ثلاثة كيلو كيلو جرام بما يقارب ثلاثة كيلو إذا كان فيه بعض الزيادة نعم هذا هو الصعب والحكمة من مشروعية هذه الزكاة ما هي الحكمة فيها حكم ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا فيه من الحكم وعليكم السلام بعض الحكم نعلمها وبعضها لا نعلمها هي خير لنا في دنيانا وإقرانا لمشروعية الزكاة حكم عظيمة منها إن طهرة للصائم من اللغوي والغفت وإنها طعمة للمساكين كما في الحديث طهرة للصائمين من اللغوي والغفت وطعمة للمساكين إن هذه الزكاة كذلك ماذا زكاة للبدن على بدنك على نفسك حتى تتذكر أن هذا البدن والجسد بقى معافة عاما عاما كامل أو هذه الأعوام أنت معافة تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على جسدك وما أعطاك مقوة إنها زكاة للبدن حيث أبقى الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليك بالبقاء ولأجل ذلك أنها وجبت حتى على الصغير وعلى الغير المكلف من المجنين وغير ذلك كذلك من الحكمة فيها أنها شكر نعمة الصائم أن وفقه الله سبحانه وتعالى للصيام هذه الشكر هذه النعمة أن وفقك الله لهذه العبادة كما أنها هي مماثلة للأضحية للحاج أو الهدي للحاج عندما وفقه الله سبحانه وتعالى لإتمام عبادة الحج بعد الحج كان فيه أضحية وبعد الصيام كان فيه ماذا؟ ذكاة الفطر فلهذا الأمر وكذلك من الحكم ما هو إن فيها الأجر العظيم للإنسان أن توفق لهذه العبادة وتقوم بهذا الأمر طاعة لله وفيها أجر عظيم عندما تقوم بهذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها النقطة الأخرى على من تجيب زكاة الفطر تجيب على كل مسلم صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنتا أو حرا أو عبد وما هو الدليل؟ مرى الحديث وسمعتم الحديث يتكرر ولكن كل مرة نأخذ فائدة تكون فائدة في هذا الحديث خاصة استنباط هو حديث يمكن أن يتكرر عليكه واحد لكن فيه فوائد جمع وفيه استنباطات عظيمة أوامر شرعية وفهم العلماء لهذا النص أو لهذه النصوص على من تجيب تجيب على كل مسلم صغير وكبير ذكر وأنتا حرا أو عبد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرض زكاة الفطر الذي سمعتم وكذلك الإجماع إجماع الأمة أنهم مخاطبون ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا عبيدا وأحرارا لهذا الحديث كل مسلم مخاطب عمر الله كل عبد أن يخرج يخرج الزكاة وهذا الإجماع نقل ابن رشد وابن قدامى كذلك مغيره من أهل العلم نقل الإجماع الإجماع الأمة أي اجتمع غالب علماء ذاك العصر على هذه المسائل المعينة قل أجمع العلماء فيه كتب تسمى كتب الإجماع تبين العلماء أو بعض المسائل التي اجتمع عليها أهل العلم طيب في هذه الزكاة من شروط وجوب هذه الزكاة الغنى واليسر يكون الإنسان غني إلى حد مال ومتيسر له الحال إلى أي حد الغنى كما ذكرنا ليس بمثال من كان له نصاب في زكاة المال أن يبلغ لديه المال بحوالي 85 جرام من الذهب ويحل عليه الحول أو بقرابة الفئير متنا ويحول عليه الحول لكن هذه الزكاة فيها نصاب إذا كان لك قوت إذا كان لك في البيت أكل أكل يكفيك اليوم وليلة هنا هذا هو نصابها أي حتى الفقير يتصدق على نفسه ويخرج على من هو أفقر منه بمعنى على الذي ليس لديه شيء بمعنى كل يشارك غني فقير عبد حر غير ذلك أما المعدوم الذي ليس لديه قوت معنى الليلة هذه والغد ليس لديه مال أو أكل في بيته يكفيه هنا لا تجيب عليه لا تجيب زكاة الفطع على معسرين في وقت الوجوب في هذا الوقت في آخر يوم في رمضان يرى هل في بيته غربة الشمس غدا تحقق أنه شوال غدا تحقق العيد إذا كان لديه مأكل يكفيه ليوم يوم وليلة بمعنى هكذا يخرج من هذا الطعام إذا كان لا يكفيه ليومه لا يخرج لا تجيب زكاة الفطع على معسر في وقت الوجوب ما هو الذليل كذلك إجماع الأمة نقلة بن منذر الإجماع أجمع على من نحفظ على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه من لا شيء له فلا فطرة عليه ما كلفه الله سبحانه وتعالى بشيء هو ليس لديه حد الغنى واليسر الذي تجيب فيه الزكاة تجيب صدقة الفطع على كل مسلم ما لك فضلا مع انقوته وقوت من تلزمه ولو لم يكن نصابا القوت هذا الموجود يعني يكفيك أنت وذويك أنت وأولاد وزوجتك يكفيك هذا الطعام أي يكفيك يوم وليلة هنا وجب أن تخرج من هذا بالقدر المعلوم فهذا الذي عليه كثير من أهل العلم فقال الإجماع بن منذر وابن رشد وابن قدامة وهو مذهب كثير من أهل العلم وهو مذهب أبو هريرة وابو العالية والشعبي وعطاء وابن سرين والزهري وغيرهم من السلف هم على هذا من له هذا القوت يخرج هذه الزكاة ما هو الدليل؟ الدليل على المعسل أنه لا يستطيع قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم ودليل الوجوب كذلك ماذا الحديث الذي مر ابن عمر أحفظه هو أن رسلسا فرض زكاة الفتر صاعر من ثمر ومشعير على الحر والعبد وذكر والأنثى من المسلمين هذا النص هذا النص أطلق ولم يخصص الغني فقط أو مالك النصاب فقط إنما يدخل فيه كل من له فضل من الأكل والشراب أي لديه هذا القوت ليس معنى أن الذي تجب عليه الزكاة أن يكون غنيا له ألف إيرو في بيته أو كذا لا انظر إلى الطعام قوت اليوم له هذا القوت يخرج يخرج ما عنده كذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنه الحديث خرض رسوله صلى الله عليه وسلم زكاة الفتر طهرة النصائ من اللغو والرفض من اللغو والرفض هذه الزكاة هي تسد الخلة النقص مكان في صيام الفريضة ما كان من نقص فهذه العبادة هذه الزكاة تسد وتكمل لك الأجر والمتوبة بإذن الله سبحانه وتعالى كان نقص في الصيام فتكمل هذا النقص بالزكاة فتؤجر على هذا الصنيع وهذا العمل والحديث يدل على ماذا أن من مقاص الزكاة الفتر التي شرعت من أجلها هي طهرة للصائم من اللغو والرفض ولا فرق ذلك ولا فرق هذا بين الغني والفقير ما دام لديه قوت أو زائدا عن قوت حاجته نعم هذه الزكاة يشارك فيها الفقير إذا كان لديه ذلك القوت وكذلك لعموم حديث به ريض رضي الله عنه أفضل الصدق ما تاركت غنى وليد العليا خير من اليد السفنة أفضل الصدقة هي صدقة العبد أن يتصدق ويكون له باقي من مال يأكل ويشرب ويتصدق من جديد ويوسع على نفسه وعيال وعيال هذه من أفضل الصدقات هي تكون تتصدق وكان باقي لك من مالك وعلى هذا وكذلك لحديث سهل بن حمد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وآله قال هنا التنبيه على الفقير أو بعض الناس لديه مؤنة ولديه مال ويطلب ويطلب فهنا تخف عليه من هذا الحديث من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من النار فإنما يستكثر من النار بعض الفقرات يقول فقير تعطيه بمثل هي تحل عليه أو قال هي تحل عليه زكاة الفطر ولا يقبل منك طعام إنما يريد مال لماذا هذا هي طعام أنت محتاج للطعام إذا كان في بيتك طعام وشرب بمعنى أن ما يكفيك المؤنى فأنت يجب عليك أن تتصدق تخرج أما المعدوم هو دائما يحتاج إلى طعام وشرب وفي العموم الإنسان إذا رأى إنسان محتاج وقابل الصدقة تعطيه لا تفتش بيته وتبحث عنه وكم لك في الشهر وغير ذلك إنهم على العموم إذا رأيت إنسان كان فقيرا أو قيل لك ذاك البيت فيه فقراء تعطيهم هذه الزكاة لا تبحث وتنقب ما تأكل ما تشرب هل القوت يكفيك أو لا يكفيك أو شيء هذا الأمر ليس لك إنما رأيت فقير تعطيه وتؤجر على هذا الفعل إذن الله سبحانه وتعالى مسألة أخرى طيبة إن صدقة الفطر حق مال لا يزيد بزيادة المال فليعتبر وجوب النصاب فيها فليعتبر وجوب النصاب فيها المال العادي إذا كان بلغ النصاب لك في الزكاة 2.5% أما هذه النصاب إذا كان لك قوت يوم تخرج تخرج ماذا هذه الزكاة كالكفارة 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 اليمين وغير ذلك إنما هي كما هي موضح هذا بنفس المثل بالضبط المسألة الأخرى هل يمنع الدين المؤجل وجوب زكاة الفطر إذا كان عليك دين مؤجل هل تمتنع عن أدى زكاة الفطر الدين المؤجل لا يمنع مؤجل أن عليك دين لا يمنع أن تقدم أو تخرج زكاة الفطر إذا كان هذا صاحب الدين أو هذا المبلغ أصلاً لا يؤثر على المال الذي يريده منك صاحب الدين تخرج هذه الزكاة إذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه أدى صدقة الفطر كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمة الله عليه ومن مسائل كذلك كما سمعت في الحديث الأول الحر على الحر يشترط في وجوب زكاة الفطر الحرية فلا فطر على رقيق أي كان الناس في الأول كان العبيد أو إذا وإذا العبيد كان في الأول فيه العبيد العبد لا تجب عليه زكاة الفطر إنما من يخرج عنه وليه زكاة الفطر عن أهل بيتك ومن من تعود مثال الأب يخرج عن أولاده القصر الصغار يخرج عنه ماذا زكاة الفطر تجب زكاة الفطر عن أولاده الصغار الذين لا أموال لهم ولكن إذا كان لديك أولاد لديهم أموال يخرج يخرج كل عن نفسه وتستطيع أن تخرج عنهم جميعا مثلا تتكفل لكن ليس واجب عليك إذا كان لك ابن كبير له أموال أبوك أبنائك الكبار مثلا وزوجتك هل تجب عليك الزكاة لا لا تجب عليك أنت أن هذا المال مثلا مثلا أبوك لو كان لديه النصاب بلغ النصاب في زكاة المال مثلا لأبوك له عشرة ألاف إيرون أنت ليس من حقك لا يجب عليك أن تخرج الزكاة التي عن أبوك مثلا في عشرة ألاف إيرون لن يخرج هو عن نفسه كذلك أولاده كذلك زوجتك لو لديها أموال تخرج هي عن نفسه كذلك هذه زكاة الفطر كل يخرج عن نفسه إلا أولادك القصر أنت ملزم بالإخراج عنهم كما سيأتي الآن ما هو الدليل دليل حديث بن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعته فرض أوجب أمر الأثار الأثار عن نافع رضي الله عنه قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إذا كان يعطي عن بنية هذا نافع هو خادم ابن عمر يعطي لنافع ويعطي لأولاد نافع أنهم تحت يده يعطيهم ويخرج عنهم هذه الزكاة والإجماع على هذا نقل الإجماع ابن المندر أذن عبدالبر أجمع وأن صدقة الفطر تجيب على المرأ إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم تخلي عن نفسك وعن أولادك الذين لا أموال لهم هذا إجماعا هل تجيب كذلك المسألة هنا على الزوجة هل تجيب صدقة الفطر على الزوجة لا يلزم الزوج إخرج صدقة الفطر على مرأته والمرأة عليها تخرج على نفسها الآن لو قال الرجل إن مرتي ما عنديش الغالب إن النساء عندهم تخلص في الضرائب تخلص حتى على زوجتك وأنت ليس المال في يدك هذا المال لك أنت مال حتى زوجتك هي لها ماء هي لها ماء هي نعم تقول لك خرج من المال المستأمن أنت عنه وخرج عني الزكاة ليس من منك إنما هي لها أموال تخرج أو أنت تخرج عن العائلة تسميها وتسمي لها أموال هذه أموالك وخرج على أولادنا وعلى العائلة هذه أن بعض الناس يجحد يأخذ أموال الزوجة وقول ما عندها ماء إيه إله أموال مثلا إذا كانت ما عندها لا يجب عليها مثلا إذا كان ما عندها لا يجب عليها أما إذا عندها هي استأملتك على هذا المال فتخرج هذه الأمانة نعم أما إذا كان ما عندها هي لا يلزم سقط عنها هذا سقط عن هذا التكليف لكن إذا كان عندها تخرج عن نفسها ما هو الدليل قال الله تعالى وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ 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 أُخْرَةُ إن كل بأعمالي وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ 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 أُخْرَةُ مثلا أبنائك الكبار إذا عملوا مثلا إذا قصرت أنت في التربية مثلا إنسان عمل معصية لا تكتب عليك أنت تكتب على صاحب الفعل كذلك هنا هي عليها واجبات مثلا المرأة عليها واجبات وحقوق هي مكلفة مثلا الصلاة هي تصلي وتصوم لا تقدر أنت تصلي عنها وتصوم عنها حتى الأولاد عليهم فرض واجب صلاة صيام لا تصوم أنت عنهم وتصلي عنهم كذلك الزكاة كل في رقبة شيء صلي نعم عليك صلاة عليك زكاة عليك مساعد في الزكاة سواء نصاب المال للزكاة العام أو زكاة صدقة الفطر إن شاء الله يكون واضح بهذه الدرجة ليستغرب الإنسان يقولك لا زوجتي كيف أنما نخرج عنها وهي نعم أولادك نفس الصلاة نفس التكليف تكليف للكل على الكل طيب طيب صدقت الفطر زكاة فوجبت عليها كزكاة مالية كزكاة مالية إذا كان غني له بلغ النصاب يخرج زكاة مالية إذا حل عليه الحول إذا كان كذلك له قوت يوم يوم وليلة يخرج على نفسه من طعامه زكاة فطري المسألة الأخرى الجنين الجنين الذي في البطن هل تجب عليه أو يجب عليك إخراج؟ هنا لا يجب لا يجب أو لا تجب زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه هنا لا تجب بمعنى فرض ليس فرض عليه وإنما إذا عملت فحسب ذكر هذا ابن المنذر وغيري أجمع كل من نحفظ عنهم من العلماء أهل الأمصار لا تجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه ولكن إمام أحمد استحسن هذا إمام أحمد استحسن هذا ولكن لا يوجبه الجنين في البطن ليس عليه واجب ولكن مسموح أن تخرج عنه وأفضل أن تخرج عنه تخرج عنهم تفاؤلا والدعاء بالبركة والخير أن يستهل حياً ويستهل صحيحاً قوياً ويتربى بين أيديك على الخير فهذا نقل هذا ابن المنذر ونقل هذا ابن القدامى وغيره من أهل العلم ما هو الدليل؟ هنا الدليل في الحديث الذي سمعتم ليس فيه جنين أما ذكرت أصناف كثيرة كما سمعتم في الأحداث في الأحداث التي سمعتم أنها تجب على زكاة الفطر على الصغير والجنين في بطن أمه لا يصدق عليه اسم الصغير لا لغة ولا عرف لا يصدق عليه أصل صغير أو ابن لك ما تسمي ابن لك إلا بعد خروجه حياً تقول هذا ابني واسمه كذا وكذا فهذا وجهه الدلالة على أن الجنين ليس فيه نص على إخراج الزكاة عليه لكن استحسانا أن الأصل كذلك علم الوجوب إنه غير مذكور وغير مكلف صحيح أن الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف تخرج عنه الزكاة ولكن الجنين غير مكلف ولا يسمى كذلك صغيراً إنما يسمى باقي جنين بعد استسهاله يسمى ابن أو غير ذلك فالأصل عدم الوجوب المثلتان إن الجنين لا تثبت له أحكام الدنيا في الميرات كذلك والوصية بشروط أحكام الميرات والوصية لا تثبت كذلك للجنين في البطن إلا بشروط إذا خرج حي إذا خرج حي كذلك له ميرات وله وصية وغير ذلك وكذلك إن الجنين غير محقق أن هذا الحمل يخرج حياً أو ميتاً أو غير ذلك فلهذه الأدلة لا تجب خرج الزكاة على الجنين في البطن الأم ولكن مسموح أن تخرج عليه طيب وقت وجوب زكاة الفطر هنا وجوب تدقيق متى تخرجها بالضبط متى أوجبت مثل الآن أدن المؤدن لصلاة العصر بالأذان هنا وجبت صلاة العصر لا تجب عليك قبل الأذان لكن برفع الأذان هنا تجب دخلت دخلت في الوجوب هنا زكاة الفطر متى تجب تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان إذا غربت الشمس فقيل غدا نعيد هنا وجبت دخلت في الوجوب ووجوبها كما ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري لشارح صحيح البخاري ماذا ذكر واستدل بها على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر العيد بدأ والليل يسبق النهار فبغروب الشمس هنا وجبت زكاة الفطر الدليل سمعتم الحديد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم انت بالغروب هنا تم الصيام هنا بالغروب تم الصيام إذن وجبت عليك زكاة الفطر ما وجبت عليك أنها قبل بيوم أو يومين هذا وجه الدلالة أن صدقة الفطر تجيب بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان وأول فطر يقع عن جميع رمضان وهو بغروب الشمس آخر اليوم إذا غربت الشمس هنا انتهى رمضان إذا اندخلنا في شوال هنا وجبت بغروب الشمس الفائدة الأخرى هي طهرة للصائم وانقضاء الصوم يكون بغروب الشمس وزكاة الفطر تضاف إلى الفطر فكانت واجبة به كزكاة المال تضاف إلى الفطر غدا فطر عيد إذن هي وجبت معه كالنصاب بزكاة المال إذا بلغ النصاب وحال الحول هنا وجبت زكاة طيب المسألة الأخرى السنة في وقت إخراج صدقة الفطر هنا الوجوب علمنا الوجوه هو بغروب الشمس آخر يوم رمضان هنا الوجوب لكن السنة في وقت إخراج صدقة الفطر الأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد عرفنا الوجوب متى وجبت؟ غروب الشمس من آخر يوم في رمضان والأفضل متى تخرجها؟ الأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد لقول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصله أن المراجب من تزكى من أدى صدقة الفطر ثم غدا ذاكرا لله إلى المصلى فصله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصله هذا شرح الإمام البخاري هذا الحديث في صحيح البخاري شرح يقول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قبل خروج الناس إلى الصلاة كذلك الحديث الأول الذي سمعته فرض رسول زكاة الفطر للصائم كذا قبل الصلاة فمن أداها قبل الصلاة فهي فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقات هنا حدها أفضلها قبل الصلاة وإذا كانت بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات طيب هنا هذه في إخراجها قلنا ماذا إنها الأفضل قبل صلاة العيد الإجماع على ذلك نقل العدري إجماع الإجماع على ماذا كما نقل هذا النوي رحمة الله عليه في المجموع أجمع على أن الأفضل أن تخرج يوم الفطر قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد هذا نقل الإجماع المسألة الأخرى تعجيل زكاة الفطر تعجيل زكاة الفطر هل يحق لك التعجيل المباذرة بالخيرات أن تسبق العيد نعم جاز هذا والأدلة يجب تعجيل زكاة الفطر عن وقتها بيوم أو يومين والذليل الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطيها ابن عمر أنه كان يعطيها للذين يقبلونها أركز يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين هنا أثر ابن عمر قال كنا نعطيها انظر الصحابي عندما يقول كنا نعطيها أين كان هنا كنا نعطيها في وقت النبي في عهد النبي والنبي حاضر ولم ينكر علينا لو كان النبي مرتضى هذا الصنيع ينهاهم إنه مخالف للشريع النبي ينهاهم لكن النبي يعطون يعطون هذه الزكاة في حضرة النبي أو في وقته النبي لا يؤخر البيان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان منهيا عنه لهنهاهم النبي لكن كانوا الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين فهنا جاهزا هذا الحديث فواهو الإمام مسلم رحمة الله عليه النقطة الأخرى إن إعطائهم صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين هنا كان لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة لا يقدرون أن يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعملون أعمال هي لا تجوز وكانت لدى جزلنا هاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النقطة الأخرى إنها كذلك ماذا؟ إنها زكاة فجاز تعجيلها كعموم الزكوات أنه جاز لك أن تعجل في الزكاة إذا كان لديك زكاة جاز أن تقدم سنة سنتين وتخرج الزكاة عن مالك كذلك زكاة الفطر جائزة بهذا الصور كذلك المقصود من صدقة الفطر هي إغناء الفقراء وهذه العلة مثلا قدمتها أي تغني الفقراء عن التسول يوم العيد حتى يشتغلوا كذلك ويفرحوا بالعيد ويفرحوا بالعبادة مع سائر المسلمين فالتعجيل لها هي مبادرة بالخير مبادرة بالخير فجازة حصل المقصود منها ماذا هو لا تجعل الفقراء يطفون بالناس طيب الأخرى آخر وقت زكاة الفطر آخر الوقت متى مرة الحديث سمعتم ونعيد آخر وقتها هو صلاة العيد ويحرم تأخيرها لو أخرتها حرام إنها أمر هذا الأمر أنت ما عملته ما تظن الإنسان إن أمر عادي حرام لو إنسان أخرها وهو يعلم كذا آخر وقت هو صلاة العيد ويحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة إلى ما بعد الصلاة إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء إن أخرها العبد بعد صلاة العيد فهي قضاء مثل من نام عن الصلاة أو أخر الصلاة صلاة الدور صلها مع العصر حرام عليه ليس لديه عذر من أخر زكاة الفطر من أخر هذه الزكاة إلى بعد صلاة العيد ليس لديه عذر حرام عليه أما إذا كان ناسيا أو أخطأ هذه كمسألة أخرى إن أخرها بعد الصلاة العيد فهو قضاء لخبر ابن عباس من أدها قبل الصلاة فهي زكاة زكاة المقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدق من الصدقات وهي لا تسقط لا تسقط عنك هذا واجب لا يسقط عنك هي لا تسقط هذا أمر الله معنى أجب الضمية للإنسان نسى الصلاة إذا تذكرها يصليها هي لا تسقط عنك ما هو الدليل الحديث ابن عباس رضي الله عنه ما فرض رسول الله الصلاة من الحديث الذي سمعتم ومن أدها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدق من الصدقات طيب والحديث كذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة كذلك من إذا عمل هذا تقصدا يخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد هنا حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو ورد هو خالف السنة وما أتى بالواجب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المسألة الأخرى قياسا القياس على ماذا على أن من ذبح الحديث من ذبح قبل الصلاة العيد من ذبح من ذبح أضحيته قبل صلاة الإمام فإنها لا تكون ذبيحة إنما شات لحم إنما لحم الله أضحي كذلك ما تضحي إلا بعدما يضحي الإمام طيب قضاء صلاة قضاء صدقة الفطر من لم يخرج صدقة الفطر في وقتها أخرجها قضاء لا تسقط كما ذكرنا كما ذكر هذا ابن مفلح ذكر هذا كذلك ينوي في المجموع ما هو الدليل لأن زكاة الفطر حق مال واجب عليك فمن لم يؤديها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته نعم هي واجبة ولا تسقط بالتقادم أو بالتناس إلا إذا كان ناسيا أو كذا إنما تذكر فوجب عليه أي أدية كذلك أن زكاة الفطر هي عبادة فلا تسقط بخروج الوقت كالصلاة كذلك أن القضاء من خواص الواجب وصدقة الفطر هي واجب فعلى هذا يفعنا وإياكم بما علمنا وبما سمعنا يسر لنا ولكم كل خير وبرك الله فيكم وجزاكم الله الخير خالف الواجب خالف الواجب هو ما هو ناسي أو متقصدا إذا كان متقصدا ببعث هي قبل الصلاة إذا كان ناسيا نائم عنها أو نام أو غير ذلك ممكن أن تقصدا هي تدخل في هذا أنها ببعث أن الواجب هي قبل مثل الصلاة ماذا لو أخر إنسان صلاة الظوري للعصر بدون أي عذن أخرها لا تسقط في حقي يعيدها فات بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك الله محمد كشبه لأيك صغر بك نعم